أحامل معاكم النهاردة وراك فراخ معمول بشوية حركات كده مع مانجا وفلفل معايا الوراك اللي كلمنا فيها معايا مانجا أفضل مانجا تكون حلوة شوية ومش أسيا لأ بصوا يعني أنا أفضل أعويس ليه؟ الأعويس بتبقى أسيا من بره لكن طريه من جوه ولو طريت الأعويس كثمرة ما تتكلش تبقى خلط انتهينا فبتبقى لازم جمدة شوية من بره يعني يدوبك لو تكيت عليه قاوي تحن معاك وبتبقى كده من سطوية وكده صح وطعمها حلو قوي معايا فلفل حار معايا عسل وخل عينب أبيض معايا حب فلفل أخضر ده بيبقى برطمانات كده ومش أعيش شوية زعتر برتقان ترانشات معايا كريمة وبردو شوية مانجا ومعايا طماطم برنوازي ومعايا العسل شوية عسل وكثمرة خضراء في الآخر طيب هنعمل إيه؟ أول حاجة هعملها إن أنا هاخد شوية مانجا سنونة زيت زيتون كده هحط فلفل حار وهحط منجاة هاخد بقى الوراك بجلدها وحاخد ملح وفلفل وننقلت الملح مع الفلفل وبعدين هاخد كده وأتبل من جوه بالملح وفلفل بجلد بدأ تلون كده حاجات يبقى جميل قوي طيب أحط بقى الخل والعسل والحب الفلفل خلاص على كده هاخد دول بقى حطوهم في بولا كده وأعمل إيه؟ أرجع دي تاني على النار بس أمسح الأول كويس من الجناب كده هنحط دي كده هنزود شوية زيت وحبت دي إيه؟ يسخن وأحط الفلخ من ناحية الجلد أرجع بقى من ناحية تانية كده إيه؟ وبرده دي هش هتملح وفلفل وأعملوا كده بسم الله أحط بالشراحة برتقان وأعملها كده وبعدين هاخد ده قدينه شوية مية هكذا بسم الله وناخد بقى بعد كده شوية زعتر نطاف كده مثلا يلا هناخد بقى ده نشيله كده هنا على جنب ونزبطه برضه اللي عايز تزبط الزنبط هو ديكور مش اكتر ومع بالك لا ولا خليك خليك ديك ودي خلاصة على كده استوت أوكي طيب ناخدها بقى دي واحدة واحدة كده زبان ومشايل الجلد شوية طماطم كريمة وشوية عسل كمان وشوية عسل وشوية عسل نشيل بعض خلاص كلا نقلب أغرف وشوية عسل وشوية عسل وشوية عمر خنل وشوية عسل